اشتركوا في القناة الزاوية المحيطية تعرفها هي زاوية رأسها على الدايرة والضلعين عبارة عن اوطار في الدايرة بمعنى ان انا هاجا اقول لك انا عندي الشكل ده قياس زاوية الف بي جيم دي تعتبر زاوية محيطية طب الزاوية المحيطية دي مين القوصة المقابل لها القوص الف جيم يعتبر هو القوص المقابل للزاوية المحيطية بتاعتنا نلاحظ ان لكل زاوية محيطية توجد معاها زاوية مركزية واحدة بس تشترك معها في نفس القوص بصوا كده معايا على المثال اللي قدامي ده والرسمة دي هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان زاوية الف بي جيم تعتبر زاوية محيطية وعندك قياس زاوية الف مين جيم دي تعتبر زاوية مركزية الزاوية المحيطية والزاوية المركزية اللي اتنين دول يعتبروا مشتركتان زاويتان مشتركتان في نفس القوص اللي هو الالف جيم نظرية واحد نظرية واحد بتقول لنا ان قياس الزاوية المحيطية تساوي نص قياس الزاوية المركزية المشتركة معها في نفس القوص بمعنى زي ما احنا شايفين في الشكل المقابل اعمل حسابك ان قياس زاوية الف بي جيم قياسها بيساوي نص قياس الزاوية المركزية الف مين جيم علشان دي زاوية محيطية والزاوية المركزية مشتركتان مع بعض في قوص اللي هو الالف جيم خلي بالك انا ممكن اعكسها لك اجا اقول لك اعمل حسابك ان قياس الزاوية المركزية الف مين جيم بتساوي ضعف قياس الزاوية المحيطية الف بي جيم واللي اتنين مشتركتان في نفس القوص اللي هو الالف جيم تعالوا بقى نشوف بعض النتائج بعض النظرية اللي احنا خدناها النتيجة الاولانية بتقول لنا ان قياس الزاوية المحيطية بيساوي نص قياس القوص المقابل لها يعني انا عندي قياس زاوية الف جيم به بتساوي نص قياس القوص الف به ونقدر نعكس الجملة دي نقول له ان قياس القوص بيساوي ضعف قياس الزاوية المحيطية دي النتيجة الاولانية النتيجة التانية عندنا بتقول لنا اننا لو عندي زاوية محيطية مرسومة في نص دايرة يعني ايه مرسومة في نص دايرة؟ يعني الالف به يبقى عبارة عن قطر ساعتها اقول له الزاوية دي قيمة قياسها تسعين درجة طب دي نكتبها ازاي؟ نقول له بما ان الالف به ده قطر في الدايرة يبقى معنى الكلام دود ان قياس زاوية الف جيم به هتساوي تسعين درجة ونقول له السبب كده ان دي زاوية محيطية مرسومة فين؟ في نص دايرة يبقى زاوية محيطية مرسومة في نص دايرة ودلوقتي عندنا بعض الملاحظات تعالوا كده نشوفها مع بعض الملحوظة الاولانية بتقول لك ايه؟ ان قياس الزاوية المركزية بتساوي ضعف قياس الزاوية المحيطية المشتركة معها في نفس القوس الملحوظة التانية بيقول لي ان قياس القوس بيساوي ضعف قياس الزاوية المحيطية المحصور بين ضلعيها الملحوظة التالتة ان الزاوية المحيطية القائمة هتكون مرسومة في نص دايرة اي بمعنى اصح الضلع المقابل للزاوية المحيطية القائمة هيبقى عبارة عن قطر الملحوظة الرابعة إن الزاوية المحيطية اللي قصها أصغر من نص الدائرة هتبقى زاوية إيه حدة والملحوظة الخمسة والأخيرة إن الزاوية المحيطية اللي بيقابلها قص في الدائرة أكبر من نص الدائرة هتبقى زاوية إيه منفرجة وبكده أعزاء الطلبة نكون أنهينا الجزء الخاص بشرح النظرية والنتائج عندنا في الجزء ده اتنين تمرين مشهور تعالوا كده نبدأ بالتمرين المشهور الأولاني في التمرين المشهور الأولاني بيقول لي لو عندك وطرين اتقطعوا داخل دايرة بالمنظر اللي احنا شايفينه ده إذا تقاطع وطران في نقطة داخل دايرة فإن قياس الزاوية زاوية تقاطحهم ملها تساوي نص مجموع قياس القصينة المقابلين لها بمعنى إن أنا أجأ أقولك بما أنه ألف به وجيم دال بما أنه الوطر ألف به تقاطع الوطر جيم دال اتقطع في نقطة اسمها هيه ونعمل حسابنا إن الهيه دي ولا هي زاوية محيطية ولا هي زاوية مركزية طب لو أنا عايز أعرف قياس زاوية ألف هيه جيم تساوي كام؟ بيقول لي بتساوي نص افتح قص كبير وقول له قياس القص اللي في وشها اللي هو الألف جيم زائد قياس القص اللي في ظهرها اللي هو البيه دال طيب ده التمرين المشهور الأولاني تعالوا نشوف مع بعض التمرين المشهور الثاني أنا عندي نفس الوطرين بس المرة دي تقاطع خارج الدايرة يبقى إذا تقاطع شعاعان خارج الدايرة يبقى قياس زاوية تقاطع هما بتساوي إيه؟ قالك بتساوي نص قياس القص الكبير ناقص نص قياس القص الزغير هنقوله بما أن أنا عندي الشعاع ألف جيم تقاطع الشعاع ألف هي تقاطعه في نقطة خارج الدايرة اللي هي ألف طب أنت لو حبيت تعرف قياس زاوية ألف هتقوله بتساوي نص وتفتح قص وتقوله الزاوية ألف دي في وشها قص زغير وقص كبير طبعا إحنا هنقوله إيه؟ إحنا هنطرح القص الكبير ناقص القص الزغير يعني هنقوله قياس القص هيه جيم أطرح منه قياس القص به دال في الشكل المقابل جيم دال مماس للدايرة والجيم دال بيوازي وطر ألف به قياس زاوية ألف ميم به بمية وعشرين درجة إذبت أن المسلس جيم ألف به مسلس متساوي الأضلاع لما نبدأ في شغلنا إحنا عندنا الزاوية المركزية بمية وعشرين درجة طبعا أنا عندي بما أن قياس زاوية ألف جيم به دي زاوية محيطية بتساوي نص قياس الزاوية المركزية ألف ميم به علشان دول زاويتان مشتركتان في نفس القص اللي هو الألف به يبقى بتساوي نص ألف ميم به بمية وعشرين يبقى الزاوية طلعت عندي بستين درجة طيب بما أن عندي مماس بيوازي وطر ولو في مماس بيوازي وطر يبقى الأقواس اللي بينهم متساوية يعني هلائي قياس القص ألف جيم هيساوي قياس القص به جيم طيب أنا عندي العلاقة ما بين قياس القص وطول القص أن لو القياس بيسوي القياس بيسوي الطول بيسوي الطول طيب بص معايا كده أنت عندك زاوية جيم طلعت بستين درجة يبقى معنى كده أن قياس القص ألف به هيبقى بمية وعشرين درجة طيب أنا لما يبقى عندي قياس الدائرة تلتمية وستين درجة وعندي أقواس متساوية يبقى هقوله التلتمية وستين أشيل منهم المية وعشرين بتاع زاوية به قياس القص ألف به ونقسم النتج على الاتنين يعني معايا متين واربعين على الاتنين فيها المية وعشرين درجة يبقى قياس القص ألف جيم طلع بمية وعشرين والبهدال طلع برضو بمية وعشرين يبقى معنى كده أنا عندي الأقواس متساوية طالما الأقواس متساوية يبقى كده الألف جيم بيسوي البيهدال وطالما الالف جيم بيساوي البيه ده ليبقى المسلس الف بيه جيم ده يعتبر مسلس متساوي الساقين طب مسلس متساوي الساقين واحدى قياسات زواياه بستين درجة يبقى من هنا نستنتج ان المسلس الف بيه جيم هيبقى مسلس متساوي الاضلاع طيب تعالوا كده ننتقل مع بعض على تمرين اخر في الشكل المقابل انت ايلا ان الالف بيه وطر بيوازي الميم جيم اللي هو نص القطر وعايزين نسبة ان البيه هي اكبر من الالف هي اولا هنقوله بما ان قياس زاوية ب بتساوي نص قياس الزاوية المركزية جيم ميم الف علشان دول مشتركتان في نفس القوس اللي هو الالف جيم يبقى زاوية بيه بتساوي نص زاوية ميم يبقى معنى كده نقدر نقوله ان قياس زاوية ميم هتبقى اكبر من قياس زاوية بيه ونسمي العلاقة دي رقم واحد طيب بما ان ميم جيم بيوازي الالف به اذا قياس زاوية ميم هتساوي قياس زاوية الف بالتبادل وتبقى دي العلاقة رقم اتنين يبقى انا عندي من العلاقة رقم واحد والعلاقة رقم اتنين هنستنتج انه تستنتج ايه بقى تستنتج ان قياس زاوية الف اكبر من قياس زاوية بيه طيب لو انا اشتغلت في المسلس الف به من متبينة المسلس لو انا عندي زاوية اكبر من زاوية تانية يبقى الضلع المقابل للزاوية الكبيرة اللي هو البيه اكبر من الضلع المقابل للزاوية الزغيرة اللي هو الالف ه وهو المطلوب ايه اثباته تعالوا ننتقل مع بعض على تمرين اخر في الشكل المقابل الف به وطر ميم جيم دعمودي عايز اثبت انه قياس زاوية الف ميم جيم بتسوي قياس زاوية الف دال به هنيجي في المثال دود ونعمل عمل ايه هو العمل ان انا هوصل الميم بالبه يبقى نيجي كده نكتب له العمل اعمل حسابك ان انت هتوصل البيه ميم نبدأ نشتغل مع بعض بقى في البرهون هنقول له والله في الحل بتاعنا بما ان انت عندك الف ميم به ده يعتبر مسلس متساوي الساقين طب هو دود مسلس متساوي الساقين عرفنا منين عشان الالف ميم بيسوي به ميم انصف اكتر دايرة واحدة وايه كمان ومعاك الميم جيم دا عمود مرسوم من راس مسلس متساوي الساقين على القاعدة يبقى اذا الميم جيم هينصف زاوية الف ميم به يعني ايه نصفها يعني انا هلاقي ان قياس زاوية الف ميم جيم بتساوي نص قياس زاوية الف ميم به ونبروز العلاقة دي ونسمي العلاقة دي رقم ايه واحد طيب تعالوا نكمل شغلنا هنقوله بما ان قياس زاوية دال هي كمان بتسوي نص قياس زاوية الف ميم به ايش معنى علشان دول زاوية محيطية وزاوية مركزية مشتركتان في نفس القص اللي هو الالف به وتبقى دي العلاقة رقم اتنين ونقوله من العلاقة الاولى والعلاقة التانية نستنتج ان دي انا عندي زاوية دال نص الف ميم به وزاوية الف ميم جيم بتسوي نص الالف ميم به برضو يبقى اذا قياس زاوية الف ميم جيم هتساوي قياس زاوية دال اللي بنقول عليها الف دال به وهو المطلوب ايه اثباته في الشكل المقابل زي ما احنا شايفين عندنا زاوية هي قياسها تلاتين درجة وبتقولي الالف به قطر في الديرة قياس القوس الف ميم بتمانين درجة المطلوب مني عايز اعرف قياس القوس جيم دال اولا هنستخدم التمرين المشهور التمرين المشهور بيقولك انت لو عايز تعرف قياس زاوية هي يبقى تقوله بيساوي نص قياس القوس نص قياس القوس الكبير اللي هو الالف جيم ناقص قياس القوس الزغير اللي هو البيهدال طب بتيجي نعوض كده زاوية انت ايه اللي عليها بتلاتين درجة بتسوي نص قياس القوس الالف جيم بتمانين ناقص قياس القوس بهدال ما عرفش عنه حاجة وعايزين نجيبه هندرى الطرفي المعادلة في اتنين يبقى هنقوله النص يروح معاً لتنين يبقى اتنين في تلاتين بستين بتسوي تمانين ناقص قياس القوس بهدال بقى عندي معادلة هناخد قياس القوس بهدال نودي الناحية التانية بإشارة مخالفة والستين برضو تعدي يبقى قياس القوس بهدال هيطلع بيساوي تمانين ناقص ستين درجة يبقى اذا قياس القوس بهدال هيطلع بعشرين درجة طيب انا عندي بما ان الالف به ده عبارة عن قطر يبقى معنا كده اذا قياس القوس ده الجيم هيساوي المية وتمانين بتوع نص الدائرة ناقص نيجي نقوله بقى هنفتح القوس بتاعنا القوس الف جيم قياسه تمانين درجة زائد قياس القوس به دال بعشرين درجة يبقى بتساوي مية وتمانين ناقص مجموع الاتنين دول بمية لما اطرح مية وتمانين ناقص مية يديني تمانين درجة وهو المطلوب ايه اسباته تعالوا كده نشوف مع بعض اخر تمرين عندنا في الشكل المقابل زي ما احنا شايفين عندنا وطرينة اطعف نقطة اسمها واو داخل الدائرة ونفس الوطرينة اطعف نقطة خارج دائرة اسمها الف قياس زاوية الف بتلاتين درجة قياس القوس به دال باربعة واربعين درجة قياس زاوية دال جيم هيه تمانية واربعين درجة المطلوب مني حاجتين اول حاجة قياس القوس جيم هيه عايزين نعرفه بكام وتاني حاجة عايزين نعرفها قياس القوس به دين بكم درجة تعالوا نمسك كده المطلوب الاولاني أنا لو عايز أجيب قياس القوس هيهجيم هجيبه من التمرين المشهور أنا عندي قياس زاوية ألف بتساوي نص قياس القوس الكبير اللي هو الههجيم ناقص قياس القوس الزغير اللي هو البيهدال طب يلا بنا نبدأ نعوض زاوية ألف بتلاتين درجة بتساوي نص قياس القوس هيهجيم ده أنا عايزه عايز أعرف قياس القوس هيهجيم بكام طب قياس القوس به دالب 44 درجة هضرب هنا في 2 وهنا في 2 النص يطير الـ 2 يبقى الطرف الأيمن بقى بـ 60 بيساوي قياس القوس ههجيم ناقص 44 هنود الـ 44 بإشارة مخلفة يبقى إذن قياس القوس ههجيم بتساوي 60 زائد 44 يديني 104 طب المطلوب إثباته ثانيا عايز أعرف قياس القوس به جيم بكم طب انت علشان تجيب قياس القوس به جيم اعرف للاول قياس القوس دالهه بكم طب الدالهه ده يعتبر مقابل للزاوية المركزية اللي هي جيم يبقى أنا هقوله بما أن قياس القوس دالهه بيساوي ضعف قياس الزاوية المحيطية المقابلة للي هي الدال جيم هه يبقى بتساوي 2 في 48 يدينا 96 درجة يبقى قياس القوس ده اللي هيطلع ب96 درجة طب بما أن قياس الدائرة كلها على بعض بتساوي 360 درجة يبقى قياس القوس بهجيم بتساوي 360 ناقس نجمع بقى القوس الأولاني 44 زائد القوس الثاني 104 زائد التالت ستة وتسعين درجة يبقى بتساوي تلتمية وستين ناقص لما نجمع هي الديني ستة وتسعين زائد مية واربعة يبقى متين متين زائد اربعة واربعين يبقى متين اربعة واربعين لو طرحناهم من بعض هي الديني ستة واحد واحد يعني مية وستاشر درجة وهو المطلوب اثباته وبكده ابناء الطلبة والطالبات نكون انهينا درسنا درس العلاقة بين الزاويتين المحيطية والمركزية المشتركتين في القوس ارجو ان تكونوا قد استفدتم والى اللقاء في دروس جديدة من مادة الرياضيات